وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 125 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 105 أطن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 705 قضايا من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و181 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت قرابة 61 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة